الآن أكو بعض من غير الشيعة هؤلاء يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم في تبليغ الأحكام فقط وأنه في القضايا العادية قد يخطئ والعياذ بالله ويرون روايات أنه في مسألة تأبير الناخل مثلا أخطأ وقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم زين الإنسان إذا اعتقد بهذا الكلام والعياذ بالله أن الأنبياء يخطئون في أعمالهم غير تبليغ الأحكام الشرعية فمعنى ذلك أنه لا يتبعهم زين هو بشر يخطئ لماذا أنا أتبعه فيما هو فيه الخطأ ويفتح باب الجرأة على الأنبياء والأم عليهم الصلاة والسلام كل شيء ما عجبنا نقول أخطأوا في ذلك وبعدين شوية شوية هذا الأمر يجر أنه إذا أخطأ في قضايا أخرى لعله يخطئ في الأحكام وأيضا في الأحكام على كل حال نحاول مثلا أو يحاولون التملص عنها لكن الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذه الأسوة ليست خاصة بالأحكام الشرعية فقط لا في كل شيء الكلام فيه مطلق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا ترجو الله يعني ثوابه وترجو اليوم الآخر يعني الجنة فحينئذ يجب أن تتبع رسول الله في كل شيء سواء كان من الأحكام الشرعية أو من الأمور الدنيوية أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يقول كما في نهج البلاغة فليتأسم تأسم بنبيه وإلا فلا يأمنن الحلكة يعني إذا لم يتأسبه لعله يهلك لعله يترك واجباً يرتكب حراماً ينحرف العقيدة وهذا يؤدي بالنتيجة إلى أنه يصل الإنسان إلى درجة والعياذ بالله يقول إن الرجل لا يهجر فإذن نحن إذا علمنا بمقامات الأنبياء مقامات الأئمة أنهم بشر بشر لكن الله فضلهم بشر يعني هم لحم وعظم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه البشر من طعام من زواج ويتألمون بما يتألم به البشر لكن الله سبحانه وتعالى فضلهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الله سبحانه وتعالى فضلهم التفضيل بالعلم التفضيل بالعصمة هذه تفضيل من الله سبحانه وتعالى لهم التفضيل بالمقام أنهم هم أنبياء أو أئمة ونحن لسنا أنبياء ولسنا أئمة الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء ألهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام ولم يوحى إلينا وإنما أمرنا بأن نطلب العلم طلب أنت تطلب العلم تدرس تحصل شيئا من العلم أما بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة الله سبحانه وتعالى ألهمهم وأوحى إليهم علمهم ما لم يكونوا يعلمون فعلمهم لدني يعني من الله سبحانه وتعالى زين إذا احنا علمنا أن الأنبياء والأئمة هكذا اتباعنا لهم يكون أسهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر